عندما أجلس في الامتحان وأنا أقوم بالامتحان الشفوي وأنا أرى طالبا وهو يفشل أنا آسف جدا ولكن لا يمكنني أن أهديك الامتحان لا يمكنني أن أهديك الشهادة خاصة الشهادة B1 ولكن لقد قررت أنني سوف أعطيكم في هذه السلسلة على اليوتيوب كل المعلومات اللازمة لكي تنجح في الامتحان نعم في الحقيقة أنا ألاحظ أن الكثير من الطلاب يفشلون في الامتحان B1 وأنا أقصد بسبب عدم تحذير من قبل المدرس هذا هو يعني السبب الرئيسي السبب آخر هو عدم الجهد من قبل الطالب نعم و لا يمكنني أن أصحح كل زملائي ولكن يمكنني أن أعطيك على اليوتيوب والإنساب والفايسبوك كل أسراري لكي تنجح في الامتحان DTZ يعني الامتحان B1 نعم لكي يكون الامر بيدك حسنا لنكمل الامتحان B1 لقد حصلت على الرسالة على التعليق في إنستغرام أو يوتيوب والمرأة قالت هذا الامتحان يفرق من الامتحان في المغرب نعم هذه هي الحقيقة اللاجئين أو المهاجرون يقولون دائما B1 ولكن الاسم الحقيقي هو Deutsch Test für Zuwanderer DTZ ويمكنك أن تنجح في هذا الامتحان على المستوى A2 أو على المستوى B1 كل مستوى صحيحان حسنا اليوم سوف أعطيك المعلومات اللازمة لكي تنجح في الجزء الثاني فوتو بشغيب موصف الصورة وهناك أيضا يعني جزءان الوصف والتقرير عن خبرتك وسوف أتحدث اليوم عن التقرير بغشتن فن عيجن أفاهم تقرير عن خبرتك نعم أهمية الجزء الثاني الجزء الثاني هو يعني الامتحان B1 أو الامتحان DTZ ينقسم إلى ثلاثة أقسام والقسم الثاني هو وصف الصورة وإن كنت متفاوقا في هذا القسم في هذا الجزء ستحصل على عشرون نقطة لا بأس لنكمل حسنا تحديد المستوى هذه الشروط الرسمية لكي تنجح في الامتحان B1 الامتحان DTZ يعني داخل المانيا نسمي هذا المتحان DTZ لأنه خاصة للخاص للمهاجرين وخارج المانيا هناك إمتحان B1 أخر لسل المهاجرين نعم حسنا الامتحان الداخل المانا نتيح في داخل المانيا نهائرين هكذا ستنجح في المستوى B1 على عكس من ذلك المستوى A2 تحضيره هو كانوف ناحفاقة ايجن أفعوهن كناب قصير و ألجمان عام برية يعني التقرير عن خبرتيك إن كنت تتحدث بشكل عام فقط و قصير فقط ستحصل على المستوى A2 و هذا أيضا جيد إن كنت من الصف الأمية يعني ألفابتزيروم هدف الصفوف ألفابتزيروم هو A2 في المحاولة الأولى لنكمل بالأمس صورت فيديو مع هذه الصورة و وضحت لك كيف يمكنك أن تقوم بوصف هذه الصورة إذا لم تشاهد هذا الفيديو الرابط هنا أو في وصف هذا الفيديو يعني في صدوق الوصف بعد وصف الأسورة المنتحن مثلا أنا سوف أسألك شيئن مثلو أكثر شيئنonders من الصف الأمر كلمة أفارون لديك مشاكل أفارون بمعنى خبرة ويش أفارون هم زمت ملتغنوا ملتغنوا بمعنى فصل القمامة ما هي خبرتك مع فصل القمامة مثلا هذا فقط مثال نحن رأيتنا هذه السورة وأنت قمت بوصف السورة بعد ذلك سوف أتلق منك التحدث عن خبرة عن طريق هذا سؤال مثلا هذا سؤال أتسألن سيبت ويش أفارون هم زمت ملتغنوا ليس فصل القمامة ولكن ما خبرة ما أفارون بشكل عام أو أتسألن سيبت ويش أفارون هم زمتغنوا هم زمتغنوا ما هذا الشيء دامت المهم أنك ستتحدث من الآن هذا هو المهم مثلا يمكن القول إن مانا مهاي مطلنت هذه البداية جميلة للغاية جميلة للغاية إن مانا مهاي مطلنت حابا إش كان الموجة تخند لماذا هذه البداية جميلة لأنك تتحدث عن خبرتك يعني هذا مطلوب منك يعني الخبر من المحتمل الخبر أتت من بلدغ من وطنك Heimatland في من المهات لأنك تتحدث عن خبرتك في من المهمة لغاية في من المهمة لغاية أفصل المهمة Bei uns عندنا kommt der ganze Müll in eine Tonne weil wir nur eine Mülltonne haben Tonne بمعنى كل القمامة تأتي عندنا كل القمامة تأتي إلى Selle واحدة weil هذه die Kalime مهمة للغاية لكي تنجح على المستوى B1 weil بمعنى ما معنى هذه الكلمة weil لأن لأننا لدينا Selle قمامة واحدة فقط weil wir nur eine Mülltonne haben هذه البداية جميلة لأنك تعطينا التفاصيل التفاصيل في هذه الجملة كل القمامة سيأتي أو يأتي إلى قمامة إلى Selle واحدة لماذا هذا هو التفصيل لأن weil weven nur eine Mülltonne haben السبب لماذا الأمور تصور تصير هكذا weven nur eine Mülltonne haben أو يمكنك القول hatten كان لدينا فقط Selle قمامة واحدة جميلة للغاية جميلة للغاية außerdem außerdem ماذا يعني ماذا تعني كلمة außerdem أنا آمل هذا هذا الفيديو هو الفيديو الرابع في هذه تحضير الامتحان الامتحان DTZ deutsch تحضير B1 وانا آمل انك تعلمت هذه كلمة من الان هذا الفيديو ويل Konnektor أو Konjunktion بمعنى بل ادافا إلا دالك außerdem بل ادافا إلا دالك außerdem بل ادافا إلا دالك außerdem benutzen viele Leute sehr viele بل ادافا إلا دالك يستخدمون أو يستخدم الكثير من الناس الكثير من الكيس كيسان نسيتو الجمع جمع كلمة كيس كيس من البلاستيك كثيرا بم اينكوف عند تسوق Punkt أنك تعطينا مجددا تفاصيل تفاصيل عن أسلوب أو أسلوك الناس في بلدك مع القمامة لقد يمكنك هذا القول شيئا آخر فقط على حضر علمي في الكثير آم من البلدان الناطقة بالعربية أو الكثير من البلدان في الدول في كل العالم مع الأسف الناس لا يهتم بالقمامة مع الأسف هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة وأنا أنا مسرور لأن البلاد الناطقة بالأمانية في هذا مجال في هذه النقطة آم تهتم جدا الناس هذه المسألة هذه المشكلة دخلت روسينا يعني تقاليدين تقاليدين حسنًا لينوك مل مختلفة مل مل تون دارم دارم حرف العطف دارم 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 بأي معنى أنا أسألك بأي معنى لذلك دارم تريني دين مل هنا لذلك نحن نفصل القمامة هنا نقوم ب انفصال أو نقوم بفصل القمامة هنا هذا الجواب يكفي لأنك تحدثت عن خبرتك في وطنك يعني في بلدك والأسباب أنت تعطينا الأسباب يعني هذه التفاصيل بشكل كافي وأنت أخبرتنا عن خبرتك هنا في ألمانيا وأيضا لقد أعطيتنا سبب لديك الآن سلات مختلفة لذلك أنت تقوم بفصل القمامة عندما أسمع هذا أنا أبحث عن الشهادة أين الشهادة هذا الشخص يستحق على الشهادة عندما أسمع هذا هذا يكفي أنت استخدمت كلمات أو سديم داغم داغم ثلاثة مرات هذا يكفي في هذا الجزء أنا لا أقول لكل الامتحان ولكن في هذا الجزء حسنا معلومة إضافية إذا أحببت لو كنت الآن يعني عندما أو إذا تقول الآن هذه الجملة لقد فهمتوا أن من المل wieder بنوز كن لقد فهمتوا أن الناس يمكنهم استخدام القمامة مجددا يعني يعني مواد القمامة مجددا وفي هذه الحالة هي داس أو هو داس بمعنى أن وذن بمعنى إذا أو عندما وإضافة إلى ذلك مع هذه الجملة أنت تعطينا الدليل أنك فهمت غاية فصل القمامة يعني أنت شخص مثقف في مجال القمامة في مجال البيئة يعني هذه رائعة الكثير من الناس لا يعرفون غاية فصل القمامة هذا ليس هواية لديها لديه يعني غاية إذا تشاهد يمكنك القول شيء يعني كدليل أنك فهمت غاية هذا الشيء مثلا يمكنك أن تحصل على الصورة من الصيدلية وأبوتكا وأنت سوف تتحدث عن الصيدلية في بلدك والصيدلية خبرتك في الصيدلية في ألمانيا أو في نمسا أو أي بلد وبعد ذلك سوف تتحدث عن هل تعرف كيف نسميها هي وثيقة من قبل الطبيب وعن طريق يمكنك الحصول على الأدوية ولماذا لدينا الأدوية ولماذا لا يبي الطبيب الأدوية هناك غاية والغاية هي نحن النظام لا يريد أن الطبيب سيقول ها أنت مريض وفي الحقيقة أنت لست مريضا وهو سيبيك يعني هذه الأدوية وهذه الأدوية وهو سيحصل على الكثير من المال منك لكن عن طريق الانفصال بين هاتين المهنتين ليس لن نمر بهذه المشكلة بشكل نعم لدينا هذه المشكلة في ألمانيا مع الأسف في مجلات معينة ولكن بشكل عام لديك البرد أوكي أنا كالطبيب سوف أكتب أتست لك وأنت ستذهب إلى صيدلية والصيدلية سوف يعطيك الميليكامينت النسيط في نام الناس استخدمت هذه الكلمة قبل دقيقة أدوية ولكن أنت ستدفع للصيدلية وليس للطبيب إذا تقول هذا بدون بدون شك لأنك فهمت النظام ولكن إذا لا تفهم النظام لمشكلة فقط أخبرنا عن خبرتك هذا سيكفي هذا سيكفي للحصول على البي فقط أود أن أحييك أن تتحدث كثيرا في حال أن الممتحن سوف يقول دانك دس غايت هذا ليس دليلا أنك قلت شيئا يعني سيئا بالعكس عندما أقول دانك دس غايت وأنت لقد تحدث فقط دقيقة هذا يعني أنا أفهم لديك الخبرة لديك المهارات الوغوية لا نحتاج أن نسمعك لفترة طويلة هذا يكفي هذا الشيء جيد إذا أقول ذلك بعد دقيقة هذا يكفي أنت محظوظ حسنا أخيرا وليس آخرا لا كما سبق وقلنا أن لا أود أن الناس أن الطلاب سيفشلون في امتحاني أن لا أريد أن أرى هذا بسبب عدم تحضير الامتحان في دورات اللغة الأمانية لذلك أنا أصور هذا الفيديو والآن لقد حصلت على بعض الأسرار للحصول على البيع في الامتحان DTZ